اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه التخطية والحقيقة ان جماهير الزمالك النهاردة كلها بتترقب لقاء الفرصة الاخيرة امام الترجي التونسي في دوري الابطال هيستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في التساعة مساء اليوم بستاتبورج العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا وده هيكون لقاء الفرصة الاخيرة للقلع البيضاء للمنافسة على السعود لدور التمانية بالبطولة وهيدكل فريق نادي الزمالك اللقاء ويمتلك نقطة وحيدة من ثلاث لقاءات تعادل فيها مع المريخ السوداني سلبيا وخسر مباراته الاولى باستاد القاهرة امام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل بينما خسر اخر لقاءاته امام الترجي التونسي في استاد رادس بهدفين نظيفين بينما بيحتل فريق الترجي التونسي المركز الاول في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما اقترب بشدة من التأهل وبيتبقى له نقطة وحيدة لضمان التأهل بشكل رسمي من ثلاث جولات والحقيقة ان البرتغالي فرارة المدير الفني لنادي الزمالك اختار 23 لعبا لهذا اللقاء وهم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وحمزة المسلوسي ومحمود حمدي الوينش ومحمد عبدالغاني وايضا اللاعب محمود شبانة وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد فتوح ومحمد أشرة فروقة وعمر السيسي ونبيل عماد دونجة وسيد عبدالله نمار وسيد جعفر وأحمد سيد زيزو واللاعب مصطفى شلبي وأحمد بن حاج وإبراهيم نضاي وسيف الدينة الجزيرة وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه واللاعب المحترف سامسون أكينيولا واستبعد فرارة عدد من نجوم الفريق على رأسهم محمود عبدالرازق شيكبالا دلل الإصابة بنزل البرد والمصطفى الزناري ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وعمر جابر لعدم الجهدية وعقد فرارة أكثر من جلسة مع اللاعبين طلبهم فيها بضرورة الفوز وحفظ أول سلاس نقاط لهم في البطولة لأحياء فرصتهم نحو التأهل للأدوار الإقصائية بعد المستوى المهزوز الذي ظهروا عليه في المباراة الماضية وتسبب في تغيير أسطورة عند الجماهير التي طلبت برحيل أكثر من لاعب وأشراق اللاعبين الذين يرغبون في تحقيق النتائج مع الفريق والابتعاد عن الأسماء الرنانة الذين ابتعدوا عن مستواهم بشكل كبير ومن المتوقع أن يشهد لقاء اليوم أن يجري المستر فريرة تغييرات هجومية من أجل تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط حيث من المكرر أن يكون محمد صبحي في حراسة المرمى وده بعد أداءه السابت في لقاء الفريق أمام بيرمز بالدوري ومن أمامه الرباعي حمزة المسلوسي ومحمد عبدالغني وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وفي الوسط لاعب نبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمد أشرف روقة وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وفي الهجوم سيف الدين الجزيري في المقابل بيسعى نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجع التونسي لتأمين الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي بيجيدها الفريق التونسي من أجل خطف هدف يربق الحسابات وخطف اللقاء خاصة وإن الفريق بيجيد اللعب خارج ملعبه بشكل كبير جدا على سعيد آخر في وسط الجماهير هي مجغولة بمباراة الترجع التونسي ولكن قرعت البطولة العربية خدت الجماهير لحتة تانية بعدما أصفرت عن وقوع النصر السعودي في نفس المجموعة اللي هيلعب فيها فريق نادي الزمالك وحضراتكم طبعا عارفين إن فريق النصر السعودي محترف ضمن صفوفه النجم كريستيانو رونالدو وده بيشغل تفكير الجماهير البيضاء بشكل كبير جدا بعدما أصفرت قرعت النسخة الجديدة للبطولة العربية عشرين تلاتة وعشرين بالمسمى الجديد كأس الملك سلمان للأندية والتي أقيمت مساء الأسنين في العاصمة السعودية الرياض عن وقوع فريق الزمالك على رأس المجموعة الثالثة والتي تضم بجانبه النصر السعودي والمتأهل الثاني والخامس سلنا الدور الأول للبطولة وهينطلق الدور الأول من البطولة العربية يوم 13 مارس الجاري وهيستمر حتى 12 إبريل عشرين تلاتة وعشرين هيبدأ الدور الثاني من هذه البطولة يوم تمانية مايو وهينتهي في سبع يونيو من نفس العام الجاري على أن تكون المباريات بنظام خروج الملغلوب ذهابا وإيابا وهيتأهل من الدور الأول ستة أندية يضاف إليها عشر أندية تتأهل بشكل مباشر وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي والذمالك المصري وشباب الأزداد الجمائري والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي ونادي النصر السعودي زي ما قلت لحضراتكم بيشغل تفكير كل جماهير نادي الزمالك ليست مباراة الترجي التونسي إن هي النهاردة يعني هتعتبر مفترق طرق للفريق الأبيض الفريق الأبيض بيبحث عن الفرسة الأخيرة ولكن زي ما مباراة الترجي التونسي بتشغل تفكير الجماهير البيضاء شفنا إنه قرع كمان شغلت تفكير الجماهير بشكل كبير جدا فريق نادي الزمالك هيلعب مع فريق قوي زي النصر السعودي في البطولة العربية المحترف ده من صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكيد هيبقى لقاء قوي بينتظروا جميع منحبي وعشاق القاعدة البيضاء وأكيد إحنا بنتمنى كل التوفيق لفريق نادي الزمالك في مباراة اليوم إن شاء الله يقدر يعديها ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره في دوري أبطال إفريقيا ويحافظ على فرصه في التأهل لدور التمانية ودي كانت تغطية خاصة من داخل صالة تحرير اليوم السابع انتظرونا ومزيد من تغطيات رياضية أخرى وشكرا لحضراتكم